طبعاً التمويل هي القمة دي كلها على التمويل وأنه ينبغي إعادة النظر في التمويل لأن الدول النامية محتاجة لأموال ضخمة لتمويل التنمية لسداد الديون ولي حضرتك التكيف المناخي للتعامل مع التغيرات المناخية وكل هذا حضرتك التمويل المتاحة الآن مع ارتفاع الديون الخارجية والفوائد على الديون الخارجية بيأثر على قدرة الدول النامية بكل أنواحها بما في ذلك مصر على تمويل الخطط التنموية ودوت حضرتك أشارتي إلى قول السيد الرئيس أو تناول السيد الرئيس لموضوع الهجرة غير الشرعية دوت حك مرتبط بالهجرة الشرعية وحضرتك برضو تفضلتي وقلتي أن السيد الرئيس قال الأمل هنا القضية أن الشباب والمرأة اللي بتهاجر وتترك بلدها لأنها فعلا فقدت الأمل وفقدوا الثقة أن لهم مكان في مستقبل بلدهم ليه فقدوا الثقة؟ لأنه ما فيش فرص عمل لأنه حضرتك الديول مرتفعة لأن الحكومات مش قادرة تمول خطة تنموية طموحة وبالتالي الرؤية التي طرحها السيد الرئيس هي رؤية متكملة وطبعا أنا أعتقد حضرتك أنه السيد الرئيس في طرحه وضع الدول الكبرى اللي هي الدول المانحة أمام مسؤوليتها في المرحلة القادمة فيه بعد آخر ده أعشر إليه الرئيس مكرون اللي هو حارتك فيه بعد جيو سياسي في العملية أن مسألة فيه بعد الدول المانحة وبعد المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بتنظر في بعض الأحيان في بعض الحالات في منظور جيو سياسي وده أت حضرتك بيأثر تأثير سلبي على قدرة الدول المعنية الدول النمية المعنية المستهدفة بهذه الاعتبارات أو بهذه النظرة قدرتها على الاستمرار في تمويل خطة التنمية المستدامة